السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير طلاب السفق السادس الابتدائي ميكاملين يا ولاد مع بعض شرح منها الكنكت هناخد بإذن الله النهاردة الدرس الثالث من الوحدة الرابعة بطريقة سهلة جدا جدا تابعوني لآخر الفيديو في البداية كده قبل ما نبدأ ياريت تدوس على اللايك قبل ما تنشغل معايا وسمي الله علشان نفهم بإذن ده الدرس بطريقة سهلة جدا اول حاجة هنبدأ بيها يا شباب هي الفوكاب او الكلمات اول كلمة معايا هي كلمة كده شبيهة بكلمة كنا واخدينها في الليسن وام اللي هي بلو اوت كنا واخدينها بلو اوب فاكرين كان معناها ايه؟ ينفخ رفعوا عليكم بلو اوب ينفخ بلو اوب ينفخ بلو اوت معناها ايه؟ معناها يطفق شمعة بلو اوت يطفق شمعة ياريت تردد ورايا علشان تطلع من السشن وانت فاهم او حافظ الكلمات معايا بنسبة كبيرة جدا بلو اوت يطفق شمعة بلو اوت يطفق شمعة بلو اوت يطفق شمعة كلمة نفس معناها breath 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 الت والح هنا انطقوها ايه؟ ث ث خلي بالك لو انت حطيت الكلمة دي حرف ايه بقت breathe يتنفس انما breath نفس breath نفس breath نفس breath نفس ضيف يعني guest guest ضيف guest والمعايا ضيف guest ضيف guest ضيف guest يحترق burn burn يحترق burn يحترق burn يحترق burn burn شخص بالغ اخذناها في lesson 1 adult adult شخص بالغ adult adult شمعة اخذناها برضو candle candle وقلنا المقطع الاول من الكلمة دي كلمة يستطيع كان candle candle شمعة candle دولة بريطانيا بريتن بريتن بريطانيا بريتن بريطانيا بريتن بريطانيا بريتن معتاد او عادي usual معتاد او عادي usual معتاد او عادي usual عمر age مش عمر دي صح صح معايا دي كلمة عمر معناها age age عمر age عمر age وجبة خفيفة snake وجبة خفيفة snake وجبة خفيفة snake ما سنهاش snake snake اللي هي ثعبان دي اسمها snake دولة جنوب افريقيا south africa south africa south africa مختلف different خدناها كتير different different حياة life life حياة حياة احتفال celebration كنا واخدينها قبل كده celebration احتفال celebration celebration بالمناسبة لو شلت ال-n وال-o وال-i تتعرف i بقت celebrate يحتفل ده بقى الفعل celebrate لما حب اجيب الناوين بكانسل ال-i وبحط i-o-n بقت celebration حاول وانت بتزاكر لما تلاقي كده كلمات شبه بعض احفظهم يبقى انت كده بتزود من حاصلتك اللغوية وفي نفس الوقت ما بازلتش جهد انت عارف ان celebration احتفال و-celebrate يحتفل طيب هداية معناها present 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 ال-s هنا انطقها زد present present بطاقة عيد ميلاد birthday card birthday card birthday card دولة هولندا هولند 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 دولة نيجيريا 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 الولايات المتحدة the usa the usa طبعا خلي بالك ان الدول كلها بتبدأ بكابيتل لدر يعني عندك هولند عندك نيجيريا عندك the usa كل الدول بتبدأ بكابيتال لترز ماكارونا يعني noodles كنا ماخدينها قبل كده noodles noodles اكبر سنن older طبعا انتو شطار وعارفين ان كلمة old معناها كبير في السن old طب older اكبر سنن older اكبر سنن عادة او تقليد tradition tradition لو قلتلها ايه اللي بقت traditional تقليدي خلاص انما دي اسمها ايه tradition عادة او تقليد tradition especially خاصة especially خاصة يلا قول معايا especially خاصة especially خاصة especially خاصة him important him important important في كل مكان everywhere في كل مكان everywhere في كل مكان everywhere everywhere انديا الهند انديا الاي كابيتل انديا الهند انديا البرازيلا بريزيل البرازيلا بريزيل beaches خوخ خوخ beaches خوخ طلع هوا في ال-p لانك لو قلت beach انت كده بتتكلم على شاطئ كلمة اللي قدامك دي انما هنا ال-p طلع فيها كده هوا نفس اوكي peaches طبعا دي جمعها خوخ لو هقصت خوخة واحدة يبقى peach ودي جمعها peaches Chinese صيني ال-c capital Chinese صيني وآخر كلمة عندي لهب flames 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 لهب flames طيب تعالوا نشوف تصريفاتي الافعال عندي فعل celebrate اللي قلتلكم عليه من شوية celebrate يحتفل الماضي celebrated هنحط بس تحارف ال-d include يشمل include يشمل include يشمل include يشمل الماضي included هنزود دي بس invite يدعو invite يدعو الماضي invited هنزود دي بس invite invited give 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 اه اه نبقى الفعل شكله تغير يبقى ده فعل غير منتظم give give become يصبح الماضي became become became become became الماضي ما ممكن اشيل over وحط around all around the world الاثنين نفس المعنى خلاص all over the world في كل أنحاء العالم have a party يقيم حفلة يعني لو أنا مثلا عيد ميلادي النهاردة وعايز أقول أنا أقيم حفلة I have a party I have a party يبقى have a party يعني ايه يقيم حفلة have a party have a party يقيم حفلة في عيد ميلادهم on their birthday في عيد ميلادهم on their birthday في عيد ميلادهم on their birthday والمعاية يعطيك عمر طويل give you a long life give you a long life give you a long life يعطيك عمر طويل give you a long life يدعو إلى invite to يدعو إلى invite to invite to يدعو إلى piece of قطع من piece of قطع من piece of قطع من what about ماذا عن what about add this age في هذا العمر add this age في هذا العمر add this age في هذا العمر become one يبلغ من العمر سنة نقلنا كلمة become معناها يصبح يصبح one one هنا المقصود بها سنة واحدة become one يعني يصبح سنة أو يبلغ من العمر سنة طيب عندي هنا كده كام definition أو كام تعريف مهم تعالوا نعرفهم مع بعض أول تعريف هو كلمة adults اللي هم الأشخاص البالغين معنى ايه fully grown people يعني أشخاص راشدين not children مش أطفال التعريف التاني اللي هو blow out معناها يطفق شمعة معناها ايه يا أولاد to send air through your mouth اللي انت تطلع هوا الماث أو الفم بتاعك to stop a fire عشان تطفق نار or flame أو لهب ده معنى كلمة blow out breath نفس تعريف النفس ايه يا أولاد the air that comes out of your mouth air يعني هوا يعني هو الهوى اللي خارج من الماث أو الفم بتاعك guests ضيوف people you invite to your home هم ناس اللي guests دوروا ورا عن ناس people انت بتدعوهم you invite to بتدعوهم عشان يجوا ايه your home بيتك noodles الماكارونا a long thin piece of food يعني هي كده حاجة بتتاكل طويلة ورفيعة long و thin from flower بتبقى معمولة من الدقيقة water and eggs و البيض في درس النهاردة يا أولاد بنتكلم على عادات الدول المختلفة وهم بيحتفلوا بأعياد ميلاد يعني هنا مثلا في مصر عندنا عيد الميلاد ما هو إلا تورطايا وبيبسي وخلاص على كده احنا كده عملنا عيد الميلاد وبساطنا والعيدنا والحمد لله على كده اللي احنا هنعرفه النهاردة بيقول لي في العنوان ايه which birthday or party food would you like to eat the most يعني ايه أكتر طعام حفلة أو عيد ميلاد انت حبيت اللي انت تاكلها أكتر هنقرأ كده مع بعض ونشوف بيقول لي our birthday celebrations يعني احتفالات أعياد الميلاد birthdays طبعا في البداية كده لازم انتبقى عارف ان كلمة birthday معناها عيد ميلاد يبقى birthdays أعياد الميلاد أعياد الميلاد ما لها بقى يا سيدي are celebrated يحتفل بيها مين are ومين celebrated يا تيتشر دي حاجة في الانجليش يا أولاد اسمها المبني للمجهول يعني بتلاقي verb to be والتصريف الثالث للفعل يعني الفعل اللي هو celebrate يحتفل التصريف الثالث منه celebrated يعني celebrate celebrated celebrated أي فعل يا أولاد بيبقى ليه ثلاث تصريفات في المبني للمجهول أنا باستخدم التصريف الثالث يعني مثلا فعل زي يا را see see تصريف الثاني saw والتصريف الثالث seen ففي المبني للمجهول باستخدم كلمة seen لإن هي التصريف الثالث are celebrated معناها يا أولاد يحتفل بها أو يتم الاحتفال بها يبقى birthdays are celebrated يحتفل بيها أو يتم الاحتفال بيها all over the world في كل أرحاء العالم يعني مش بس مصر اللي بنحتفل فيها بعيد الميلاد لا أعيد الميلاد بنحتفل بيها في كل الدنيا all over the world what do we do in Egypt يا طرى بنعمل ايه في مصر what do we do in Egypt what يا أولاد معناها ماذا الدو هنا ملهاش معنا we نحن do نفعل in Egypt في مصر يا طرى احنا بنعمل ايه في مصر we usually احنا عادة make birthday cakes زي ما قلتلكم الترطاية المتينة والحمد لله على كده يبقى بنعمل ايه ها birthday cakes يعني كيك عيد الميلاد أو ترطة عيد الميلاد for our children لأطفالنا for من أجل our children أطفالنا and put candles وبنضع شموع كلمة put يا أولاد ما اسمهاش بطها put نضع candles شموع on them على الكيك ده نقولها تاني يا أولاد يبقى احنا بنعمل ايه ها birthday cakes يعني طرطة عيد الميلاد كعك عيد الميلاد أو الترطة بتاعة عيد الميلاد لمن يا ترى for our children لأطفالنا and put candles وبنضع شموع on them عليهم ليه يا ترى ليه بنحط شموع عليهم to show علشان نوضح كلمة show يا أولاد معناها يوضح علشان نوضح their age العمر بتاعهم كلمة age معناها عمر علشان نوضح الأعمار بتاعة الأطفال ده لو حطت مثلا شمعتين يبقى الطفل ده عنده سلتين حطت تلاتة يبقى الطفل ده عنده تلاتة وهكذا we often نحن غالبا have parties كلمة parties يا أولاد جمع كلمة party حفلة شلت ال y استبدلتها ب i وحطت es parties حفلات يعني احنا غالبا بيبقى عندنا parties حفلات with مع a lot of family الكثير من أفراد العائلة and friends والأصدقاء يعني دايما فأعياد الميلاد مش بتبقى بس مقتصرة على الأب والأم والطفل اللي هو صاحب عيد الميلاد لا احنا كمان بيجيب a lot of family العائلة والfriends الأصحاب the children are at fall usually عادة get a present بيحصلوا على هدية get a present get a present بيحصلوا على هدية to أيضا birthdays are not just for children هنا بيقولك أعياد الميلاد مش بس للأطفال يعني مش كل الناس اللي بتحتفل بأعياد ميلاد هم بس فأطفال لا ممكن كمان ناس كبيرة بتحتفل بأعياد ميلاد what about in other countries يعني ماذا عن الدول الأخرى يترى في الدول الأخرى بيعملوا بردو كده زي عندنا في مصر ولا الموضوع مختلف تعالوا نشوف in the USA في الولايات المتحدة الأمريكية and Britain وبريطانيا ركز بقى في الكلام it is usual to من المعتاد and it is usual to من المعتاد and من المعتاد and أي أو حاجة طبيعية أو عادية عندهم أي to give good friends يعني أنهم يدوا الأصدقاء الجيدين and family والعيلة presents هدايا on their birthdays فحفلات أعياد الميلاد بتاعتهم even حتى when they are adults حتى لو كانوا بالغين يعني مش بس بيدوا صغيرين ده كمان بيدوا كبار people الناس often غالبا give other people بيعطوا الناس الآخرين birthday cards to يعني كروت لأعياد الميلاد كروت التهنئة بتاعت أعياد الميلاد especially خاصة on important birthdays في أعياد الميلاد المهم in south africa هنسيب بقى britain we usa وهنبدأ نتكلم على جنوب أفريقيا 21 is an important birthday يعني 21 أو لما توصل لسن 21 ده يعتبر عيد ميلاد مهم جدا عندهم يعني انت يا بطل لو عايش في جنوب أفريقيا وتميت 21 سنة وهتعمل حفلة عيد ميلاد الحفلة دي هتبقى مميزة جدا لان انت تميت 21 سنة ليه ترى because فوز علشان you become انت أصبحت كلمة become معناها يصبح أصبحت إيه an adult شخص بالغ at this age في هذا العمر يبقى انت بمجرد ما تتم 21 سنة انت كده خلاص ما بقتش طفل انت بقيت adult شخص بالغ علشان كده الاحتفال بيعيد الميلاد الواحد والعشرين في جنوب أفريقيا احتفال مميز جدا طيب هنسيب جنوب أفريقيا هنبدأ نتكلم على هولندا in Holland في هولندا children الاطفال get بيحصلوا على bigger presents هدايا أكبر when they are عندما يكونوا 5 10 15 or 20 5 أو 10 أو 15 أو 20 سنة يعني انت يا بطل لو عايش في هولندا ويبتميت 5 سنين أو تميت 10 سنين أو تميت 15 سنة أو 20 سنة فانت بتاخد bigger presents هدايا أكبر بالذات في الأعمار دي أولاد in Holland children get bigger presents بيحصلوا على هدايا أكبر when when عندما they are 5 10 15 or 20 طيب تعالوا نتكلم على نيجيريا in Nigeria في نيجيريا the most important birthdays يعني أكتر حفلات عيد الميلاد المهم are تكون when when عندما someone is الشخص ده يبقى one عنده سنة 10 10 and 15 15 15 يبقى أنت لو عايش في نيجيريا يا بطل وتميت سنة أو 10 سنين أو 15 سنة أنت الاحتفاد بتاع عيد الميلاد بتاعك هيبقى مهم جد the most important birthday candles and cakes هنتكلم بقى دلوقتي على الشموع والكعك يا ترى كل الدول بيبقى فيها طرط في إعياد الميلاد وفيها شموع ولا الكلام ده عندنا في مصر بس تعالوا نشوف children everywhere الأطفال في كل مكان like party food بيحبوا طعام الحفلات أنت ممكن تكون رايح الحفلة أصلا عشان تاكل children everywhere like party food الأطفال في كل مكان بيحبوا party food أو طعام الحفلات this often يعني الطعام ده often غالبا includes بيتضمن أو بيشتمل على small cakes يعني كعك صغير sandwiches sandwiches and snacks ووجبات خفيفة طبعا ده مش معنى أن كل الدول بيبقى فيها كعك وسندويتشات ووجبات خفيفة لا طبعا بتختلف من دولة للتانية in many countries في العديد من الدول children like to الأطفال يحبوا أن like to يحبوا أن بضواوة لستواخدينها في الكلمات يطفئوا the candles الشموع on their birthday cakes الموجودة على birthday cakes أو الكعك بتاع عيد الميلاد نقول تانية الجملة دي يا ولاد in many countries في العديد من الدول children children أو الأطفال like to like to يحبوا أن blow it يطفئوا the candles الشموع أو يطفوا الشموع الموجودة فين on their birthday cakes الموجودة على الكعك بتاع عيد الميلاد it is good to من الجيد أن it is good to من الجيد أن do this تعمل ده أو يعني المقصود اللي انت تطفي الشمعة with be one breath نفخة واحدة يعني يا سلام بقى لو طفت الشموع دي بنفخة واحدة يبقى أنت بقى هيرو بطل نقولها تانية يا ولاد it is good to من الجيد أن do this تعمل ده أو تطفي الشموع with one breath بنفخة واحدة أو بنفس واحد but 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 in India in India the candles the candles are left الملاد لطفل in Brazil in Brazil they give يعني الأطفال دول بيدوا the first piece of أول قطعة من the first piece of أول قطعة من their birthday cake من كعكة عيد الميلاد بتاعتهم to the most important people لأكتر ناس مهمين in their family في العيلة بتاعتهم مين هم that's their mom and dad طبعا أكيد هم الأم والأب والها تاني did you know هل تعلم that when عندما it is a child's birthday دي إس الملكية يعني عيد ميلاد طفل in Brazil في البرازيل اللي بيحصل they give the first piece of يعني هم بيعطوا أول قطعة من their birthday cake كعكة عيد الميلاد دي to the most important people لأكتر ناس مهمة the most important people أكتر ناس مهمة in their family فعلتهم that's their mom and dad طبعا هم الأم والأب in India too وفي الهند أيضا the birthday child يعني طفل عيد الميلاد أو الطفل اللي بيحتفله بعيد ميلاده give the cake بيعطي كعك to all the guests لكل الضيوف all the guests كل الضيوف add their party first في الحفلات بتاعتهم أولا بقدم الكيك الأول لكل الجستس أو المدعوين before or قبل they have هما ياخدوا some يعني بعض من الكعكدة themselves لأنفسهم a longer life a longer life في العيد الميلاد أيوة بيأكلوا مكارونا or peaches أو خوخ on their birthday يبقى في الصين يا أولاد بيأكلوا إيه هل بيأكلوا كده زينا طرات و جاتوا هات و كلام من ده لا بيأكلوا نوديلز و peaches why لماذا because علشان they think هما بيعتقدوا that this ان الخركة اللي بيعملوها دي يعني can give you هتعطيك a long life حياة طويل كل مكارونا في عيد الميلاد و انت حياتك هتبقى طويلة هما بيعتقدوا كده and Chinese people والناس اللي هما الصينيين are often غالبا older بيكونوا أكبر سنا the teacher why لماذا تتوز علشان they become one كلمة become one من شوية في التعبيرات يصبح سنة يعني هما بيكون عندهم سنة ياولاد on the day في اليوم they are born اللي هما بيتوالدوا فيه يعني ايه؟ يعني لو انت في الصين وفي طفل دلوقتي اتولد ألف مبروك الطفل ده عنده سنة تيتشارد لسه مولود سنة ايه؟ يعني مسكت هما بيقولوا لك كده هما قدرة هو دلوقتي الطفل اتولد يبقى هو الطفل عنده سنة ملكش دعوة ايه احنا احنا اللي غلط هما اللي صح خلاص يبقى الطفل لما بيتولد في اللحظة اللي تولد فيها بقى كده هو فهمي نظمي رسمي بقى عنده سنة So لذلك If you are ten لو انت عندك عشر سنين دلوقتي A Chinese child الطفل الصيني is eleven عنده حداشر سنة لان هو مولود وعنده ايه؟ مولود وعنده سنة انت اللي مش فاهم حيك هو مولود وعنده سنة فبالتالي هو عنده حداشر لكن انت عندك ايه؟ عشرة طيب عندي هنا جزء مث سهل جدا بيقولي ايه؟ When we talk about the amount of something يعني احنا لما نحب نتكلم على كمية حاجة معينة قدامي We don't always need to be exact يعني مش لازم تبقى دقيق قوي في كلامك يعني مش لازم انتقولي كمية الحاجة دي بالظبط Example 1 يعني مثلا هنا بيقولي ايه؟ How much milk is there in the fridge يعني قد ايه كمية اللبن اللي موجودة في التلاج فاللبن اللي قدامك دوا واضح انه هو نص لتر كده او ازيت حاجات بسيطة فبستخدم كلمة about كلمة about معناها حوالي فقلت there is about يعني you get حوالي have a liter يعني حوالي نص لتر فبيقولك استخدم كلمة about علشان تقول كلمة ايه؟ حوالي يعني بالتقريب نص لتر بالتقريب لتر بالتقريب مثلا اتنين لتر وهكذا اما في جزء pronunciation النطق بيتكلملك على صوت الاي صوت الاي يولاد ممكن اسمعوا من اكتر من حاجة بسرا اسمعوا من حرف الاي لو جي وراه حرف ساكن وبعد كده حرف ايه طبعا الاي هنا بتبقى silent لكن الاي هنا بتتنطق ايه؟ ايه زي كلمة cake ممكن صوت الاي ده او اللونج اي ده تسمعوا من الاي والاي زي كلمة train ممكن تسمعوا من الاي والواي ساي عندي هنا كلمة shade ظل زي كلمة cake كده عندي كلمة sail يبحر وبين قلم الدول زي كلمة train عندي طبق plate عندك يدفع pay زي ساي عندك بيك يخبز زي كيك كده عندك stay يبقى عندك wait ينتظر يبقى كل الكلمات دي سمعنا منها صوت ال-A long A ودلوقتي هنتكلم على صوت ال-A ال-A لما تكون سريعة كده short زي كلمة bed ال-A و ال-A برضو ممكن يعملولي short sound head رأس مولتش هيد head شد كوخ سد قالة ال-A و ال-I هنا برضو عملولي صوت سريع كده short ا-A سد short E pen ألم يحصل على get مقعد disk خبز bread يعني خلي بالك ال-A و ال-A مش لازم يعملولي صوت طويل long E لأ ممكن يتنطقوا A زي كلمة bread ledge half أو rough sell يبيع يبقى ال-A يا ولاد ممكن تبقى short وصوتها بيبقى A سنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة أتمنى تكونوا استفدتوا منه أشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم